على مدار أيام ثلاثة انتضمت بالسراية الحمراء في ترابلس المعرض الأول للكتاب والأعمال الفنية الكثير من المناشط الثقافية والأعمال الفنية نجحت منظمة رواق للأبداع التدريب والتطوير والتنمية البشرية في عرضها وإخراجها للحضور انطلاقا من أن من لا قدم له لا جديد لهم رواق الإبداع هي اختفت برنامج هذا ودارت أول عمل لها يعتبر عمل أول في تنظيم أشياء قديمة وخراجها للجمهير حتى يعطوه لأطفاء الشباب لكي لا ينسوا تاريخ بلادهم وأشياءها القديمة رابس العتيقة الجميلة من بين المشاركين الذين جاءوا من مركز جهاد الليبيين ومصلحة الأثار والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التراثية مشاركة من مخيم قرارة القطف حازت على جائزة المركز الأول ونالت مقتنياتها استحسان كل من زر المعرض وشارك فيه مقتنيات أثرية وكتب تعرف بالحضارة الليبية والمشهدين الثقافي والفني في البلاد ورسالة واضحة للتمسك بالإرث الثقافي الكبير حاضرا ومستقبلا